اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واستكملت علاجها بأحد المستشفيات السويسرية الحقيقة وفسط الناس مفرحونة بالجميلة ياسمين عبدالعزيز احتفل محمد حلاوة بعيد ميلاد ريهام حجاج لكن الحقيقة صارت طريقة الاحتفال انتباه الجمهور حيث يرى كثيرون انها محاول الاستفزاز ياسمين عبدالعزيز والانتهى زواجها من حلاوة بطريقة كارثية فنشر بقى محمد حلاوة صورة رومانسية الصورة دي كانت بصحبة ريهام حجاج نشرها عبر خاصية الاستوري وعلق عليها وكتب وقال كل سنة وانت طريبة يا نور حياتي وعمري كله بحب كروره اما عن رد فعل ريهام حجاج عادت نشر صور الزجهة علقت بقى على الصورة وكتبت بحبك حبيبي كل سنة وانت معايا وحبيبي وحياتي وكل الليلية بحبك ده كان كلام ريهام حجاج او رده على رسالة زوجها في بعض بقى من الجمهور اعتبروا ان دي محاولة جديدة للسفزاز ياسمين وخصوصا بعد رجوعها من السفر لكن احب اقول للناس دي او اعلق عليها تعليق شخصي جايز يكون صحيح او غلط طبعا كل واحد هيكتب رأيه في التعليقات الحياة انا شايف ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز ربنا عوضها خير عوضها بانسان جميل انسان فانا متأي ربنا فيها انسان بيحبها والكل طبعا شايف ده وياسمين خلاص طبعا ما بتبصش وراها بتبص لقدام بس بتبص لنجحاتها الجاية ان شاء الله هي واحمد العوضي اما بالنسبة لرهام حجاج او محمد حلاوة من الطبيعة ان هم يشاركوا اي احتفال لهم على السوشيال ميديا وده بحكم انها فنانة او ان هم مشهورين فمش عايزين نربط الاحداث ببعضها عايزين ياسمين بعد كده ما تبصش لاي سلبيت تبص لقدام بس تبص لأعمالها الجميلة القادمة للحياة الجميلة اللي ان شاء الله تكون نستنيها اوزين نشوف عمل فني جميل زي اخر عمل لياسمين عبدالعزيز المسلسل الناجح لملوش كبير واللي تعرض في رمضان 2021 رمضان الماضي واللي لقى اشادة كبيرة جدا من الجمهور المسلسل زي ما كلنا عارفين كان بطولة احمد العوض وياسمين عبدالعزيز وشاركها البطولة خالد الصوي وخالد سرحان وزينة فؤاد ومحمود حافظ ودنيا عبدالعزيز والفنانة الجميلة عيدة رياض الحقيقة المسلسل كمان من اخراج مصطفى فكري كان مسلسل ناجح جدا ومنتظرين ياسمين واحمد في مسلسل اكثر نجاحا وحمد الله على سلامتك للمرة التانية ياسمين مستنينك ان شاء الله تطلع عندك بس مباشر علشان نتكلم معاك ونتطمن عليك يا اكتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة